اشتركوا في القناة جاء ذلك بحضوري سعدة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة وسعدة الدكتور محمد غسان شيخ سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية وخلال اللقاء أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة لوطيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة لافتا معاليه إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بما يحقق التطلعات والأهداف المرجوة من قبل الجميع كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر